ألغت الحكومة الألمانية تصريح التشغيل الخاص بشركة مهان آير الجوية الإيرانية في العاصمة برلين بحسب مصدر كبير في الحكومة الألمانية موضحا أن ذلك يعود لأسباب تتعلق بالسلامة وللاشتباه في أن الشركة تستخدم لأغراض عسكرية التفاصيل في هذا التقرير ليست هي المرة الأولى التي تقوم ألمانيا ودول أوروبية أخرى بإلغاء ترخيص شركات إيرانية في الثاني والعشرين من ديسمبر العام الماضي حضرت ألمانيا رحلات طيران لشركة مهان إير الإيرانية لتورطها بنقل جنود وسلاح من الحرس الثوري إلى سوريا بحسب وزارة الخزانة الأمريكية في ذات الفترة من العام الماضي أوقفت شركات عالمية صفقات إمدادات الأغذية إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على أنظمة مصرفية إيرانية فالغذاء والأدوية وغيرها من الإمدادات الإنسانية موافاة من العقوبات الأمريكية التي أعادت واشنطن فرضها العام الماضي بعد أعلان الرئيس الأمريكي انسحبه من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية عام 2015 وفي الرابع عشر من نوفمبر العام الماضي أكدت مصادر محلية في البصرة جنوب العراق هرب عدد من الشركات الإيرانية المتلكة بتنفيذ مشاريع خدمية في البصرة ومعها ملايين الدولارات بعد أن دخلت العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ الأمر الذي تسبب بفوضى في شبكات الصرف الصحي للمدينة وطرقها وفي الرابع عشر من أغسطس العام الماضي أعلن صندوق الاستثمار البريطانية عن تخليه لمشروع بناء محطة تعمل بالطاقة الشمسية بقيمة نصف مليار يورو في إيران بسبب العقوبات الأمريكية وفي التاسع من نوفمبر العام الماضي أعلنت السلطات الأوروبية أنها ضبطت شحنة تزن 270 كيلوغراما من الهيروين قادمة من إيران في ميناء بجنوى الإيطالية وسمحت بنقل جزء منه تحت إشراف الشرطة إلى مقصده النهائي في هولندا ووصفت العملية بالأكبر في جنوى منذ 20 عاما وفي التاسع من ديسمبر عام 2016 حضر الاتحاد الأوروبي على شركة آسمان الإيرانية للطيران العمل داخل الاتحاد بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وسط جهود طهران لشراء طائرات جديدة لتجديد أسطولها الجوية وتعد آسمان ثالثة أكبر شركة طيران إيرانية وفي شهر مايو من العام الماضي أعلن وزير الخزانة الأمريكي إلغاء الترخيص الممنوحة لشركتي بوينغ وإيرباس لبيع طائرات ركاب إلى إيران بعد قرار انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي أغلب العقوبات المفروضة على إيران هدفها وقف دعم الإرهاب في الوقت الذي تشدد فيه واشنطن على أن النظام الإيراني كان مسؤولا عن الأنشطة المزعزعة لاستقرار لمنطقة لسنوات بحسب وزارة الخارجية الأمريكية